تبدو ملامح الانتخابات البرلمانية العراقية والتي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل مختلفة عن سابقاتها من ناحية القوى المتنافسة الساعية للوصول إلى قبة البرلمان فالأحزاب التقليدية الإسلامية التي استثرت بالسلطة طيلة السنوات الماضية تجد نفسها في مواجهة مع القوى التي أفرزها حراق تشرين والتي تعول على دعم الشارع العراقي لها بعد إن ذاق ذرعا بالطبقة السياسية التي أوغلت في الفساد وعززت من سطوة السلاح خارج نطاق الدولة هناك حركات تشرينية بثقت لا بد من دعمها ولا بد من الوصول إلى إسنادها بمستوى الانتخاب أو مستوى السبابة التي لا بد من التصويت لها لأنها ستكون الشوكة التي بالتأكيد ضمن بودقة أو تدخل ضمن حجابات هذه الأحزاب الفاسدة ويخيم مناخ من الخوف مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق على خلفية موجة الاختيالات التي استادفت ناشطين في عدد من المحافظات العراقية وسط دعوات لحماية المرشحين لا سيما من القوائم المستقلة أو القوائم الانتخابية التي أفرزتها تظاهرات تشرين في هذه الانتخابات القادمة أن لا يتكرر نفس الخطأ وأن تكون هناك عقوبة من قبل الشعب لهاء أو لا وعدم ترشيحهم مرة ثانية وانتخابهم مرة ثانية لأن انتخابهم مرة ثانية سوف يسبب دمار واضح للعراق والعراقين العلم المرجعية والشعب والتظاهرات التي دامت لسنوات هي طالبت بمعاقبة ومحاسبة هذه الثل الفاسدة من المسؤولين والمرشحين الذين لم يجلبوا إلى العراق سوى الدمار يعني إعادة انتخاب نفس الوجوه وصعدهم إلى مجلس النواب لا أعتقد أن هذا سيفيد العراقين وسيفيد المحافظة بالشيء أعتقد انتخاب وجوه جديدة انتخاب ناس حقيقيين يعملون من أجل البلد من أجل المحافظة هو هذا المؤمل من كافة المواطنين وتدرك قوات شرينة أن عدم تكافؤ الفرص بين مرشحيها ومرشحي الأحزاب الأخرى يعود إلى المال السياسية والنفوذ الذي توظفه هذه الأحزاب لصالحها مع كل انتخابات تجرى في البلاد من محافظة باب المحتز العبودي زاكروس تيفي ترجمة نانسي قنقر